أنك تتوقع أن الكثير من القوى المضانية ستصحف أو ستنظم مع السيد مقتدى الصدر فيه إشارة إلى السيد الحلبوسي لا الحلبوسي هو قال قال إذا رجع الصدر سنعود نتحالق معه مع بعض الانتخابات أبقى الانتخابات نعتقد اليوم الإطار أخذ هوية شيعية واضحة إحنا اليوم إحنا الوطنية من خلال أن نبقى إحنا الكتلة الشيعية الغالبة ثبت هاي الهوية لو ما ثبتها ثبتها ثبتت منه اللي يظل يريد هوية وطنية عابرة حقيقية السيد مقتدى الصدر وبالتالي أنا أعتقد السنة إذا ما أراده يشكلون رقم أكثر من أن يكونوا رقم سني يهدد الآن اليوم أشوف الحلبوسي نجاح أصناع لمنافس أروح أحاول أتعدى علي وعلى جمهورة في محافظته أهددها بالإقالة بالنتيجة أنا اليوم أمام غالبية شيعية يعني تبحث عن هي ديكتاتورية رحيمة لحد الآن ديكتاتورية الإطار وما صارت ديكتاتورية رحيمة لما موجود السيد مقتدى الصدر خوفا طبعا خوفا من أن يتدخل في المشهد بها فهي بالنتيجة تحاول تنطي تنازلات حتى تسحب المساحة اللي يتمدد إلى مقتدى الصدر وبالنتيجة اليوم أنا إذا صير زعيم سني أو إذا أريد أصير زعيم مسيحي عفوا خارج نطاق الكوتو فكرة أنا هذا عزز هويت الطائفية أوكي يعني ما أقول هي موطنية بس هذا قاتل على فكرة حكم الأغلبية الشيعية وأخذها وأخذ الآخرين تحت هاي المظلة منه اللي يريد المظلة الوطنية المطلقة كمظلة وطنية تيار الصدري فالآخرين الذين هم أقلية في الأرقام في النتائج في حصاد الحقول في النتائج التصويت هذولة وين يروحون يروحون على التيار الصدري لكي يشكلون هو يواني أعتقد ما بعد حكومة السيد السوداني لن يعترض الإطار أو أن بعض القوة ستغير مواقفها وقد تسمع بهذا الانزياح الوطني الذي يعبر الحواجز الطائفية السياسية ويشكل خرائط انتخابية لتشكيل حكومة قد تسمع حتى الانتخابات خليني إذا أنا استنتجت أو فهمت من حوارك أن القوة خليها أقول للقوة السنية التي تنوي التحالف مع سيد مقتداء الصدر هل بمعنى تبحث عن ضامن عن شريك قوي يحميها من خصومها؟ بلا شك بلا شك أنت لم تسأل أنت جاوبت أنا جاوبت بغض النظر عن المنهج لا شوف هو المنهج يعني يعني السياسة تنطيك نوع من المرونة في أن تختار وسائل المنهج يعني يعني اليوم زعيم سني سيد الحلبوسي بالتأكيد أريد نوع من الاستقلال القرار في محافظاتي أريد تمثيل واسع للمكون اللي آني أمثله وأريد أعبر عن الصورة الوطنية مثلما الآخرين عبرون عن صورتهم الوطنية في رؤيتي السياسية أنه أن يسحب المكون السني وأعلن هويتها الوطنية مع مشروع أنت تريدني اليوم أن تعاملني سني فقط بس التيار الصدري عاملني وطني الشي الهوية الثانوية اللي آني صارت عبئ علي اللي خلتني أقلية أو خلتني هدف أو خلتني ضعيف يعني بالنتيجة من يجيني هذا العرض أرفضل وأقبله هاي براغماتية هاي إذا جاك العرض العرض كان موجود كان ايه طبعا وقد يكون نفس هذا العرض وتم الاشتغال عليه مرة في ائتلاف دولة القانون بشكل محدود مرة في ائتلاف السيد العبادي ائتلاف النصر بشكل محدود لكن برز هوية الطائفة داخل قيادة هذا التحالف بس مشروع نقاض وطن مشروع تيار الصدري كان مشروع لاغي بشكل جدي للهوية الطائفية في التحالفات السياسية